هذه الشهباء كما عهدناها بضحكات أطفالها وشمسها المشرقة وأهلها الطيبين بمأكلاتها الشهيرة وحب الحلبيين للحياة جمعة هادئة عاشتها مدينة حلب والشمس الصاطعة بعد الشتاء القاسي دفعت أهلها للخروج بكثافة وافتراش الحدائق والمنتزهات غير أبيهين للتحريض أو خائفين من الإرهاب الذي ضرب حلب قبل أسابيع والله اليوم حلب كتير كتير حلوة والشمس طالعه وربيع بجنن وكلنا مبسوطين وطلعنا نتمشى عم نبسين بغاطر ياضي عم نتمشى وما في أحلى من حلب ولا في أحلى من جو حلب ياريت كل يوم يكون هيك هاتجو حلو ياريت نخلص ونرتاح ونحس بالربيع ونحس بالحياة مثل ما كنا عايشين قبل وزيادة حلب بالعكس اليوم يعني نهار جدا جميل واللي بيجي بتفرج بشوف السيارات يعني واقفة على المحلق يعني مليانة جدا يعني ما في محلة صف سيارتك يعني يعني هننا عبيحكوا على الحكي لأني هننا يعني بدون يغضوا مننا الأمن والأمان يعني يعني سوريا هي الأمن والأمان نحن محسودين على هالأمن والأمان اللي عنا نحن جبنا غداينا تغضينا الحمد لله جو كويس وشعبنا مبسوط وكله بخير كلها صيف جو صيف وجو كويس وخلق كويسة والحمد لله ما في أي مشاكل عنا بحلب اليوم جمعة وأحلى نهار وأحلى أيام معايشين نحن ونه والحمد لله سوريا هي الأمان تضمن نية الأمان والحرية والحمد لله ما في أي مشاكل عنا وكلها القنايات المغرية والكاسبة كلنا دول بيحكوا حكي برضيهم لهم بس نحن الحمد لله مكيفين وما في أي شيء أجواء كتير طبيعية الحمد لله والله والجو كتير حلو طال أين اليوم شأننا سيرا ونحن والشباب قنوات الفتنة التي ركزت كل جنونها باتجاه حلب في الآوينة الأخيرة لم تحرك شيئا في نفوس أهلها الذين كذبوا ادعاءات هؤلاء بخروجهم وتمتعهم بالحياة والجو الجميل وعدم الالتفات إلى ترهات الإعلام ودعواته التحريضية يمكن بعد مرور سنة تقريبا نصرنا نعرف أن الحرب هي حرب إعلامية ونفسية بالدرجة الأولى لكن اليوم الناس موجودة على أرض الواقع بحلوة تعرف أنه ما في شيء هيك مو لا يعني من بعض الحوادث الصغيرة لكن هالحوادث هي المقصود منها تخويف الناس فقط لغير وهي الغاية اليوم نحن أقوى أرض الواقع شايفين أنه ما في شيء أبدا أبدا والحرب هي نفسية بعض الأشخاص المغرر فيهم ياريت يعودوا لحدنا الوطن لأنه وطننا حلوة الله يديم الأمن والأمان فيه اليوم 9-3-2012 يعني مثل ما أناك شايف في الجو اليوم بإذن الله طبيعي بس بالنسبة لهالقنوات اللي عبتطلع بدني شوهوا صورة اليوم أنا صورتي وصورة أي مواطن سوري حلوة بالنسبة لأنه بس كبرة 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 قنوات برة هلا نحن مو عم نطلق سايم علقاء هلا بروحوا ببرمجوا مثلا هون بالمنطقة أني قاتل وضرب وتكسير واحترقوا فلان ومات فلان لا بالعكس هالجزيرة وهالقنوات هاي كله أشعب تحكي هذا كله أني يوقفوا هالحكي هذا كله الحمد لله نحن ما في شي مبسوطين ومكيفين وكل جمعة منطلع ومنبرك وما في شي طاول أول شي الحمد لله حلب خير هي أول شي تاني شي معروف عن أهل حلب ما بخافوا ما بيهاب غير من الله بس ما من خاف من حدا والحمد لله عايشين بسلام بس الله يبعد عننا هالبلدان المغردة حاشتون حاشتون يعني عن جد حاشتون خلينا نعيش بحرية خلينا نعيش بسلام هذه هي حلب وهؤلاء هم الحلبيون على عهدهم باقون وبحبهم لوطنهم وللحياة دائما صامرون اشتركوا في القناة